منذ اجتياح فيروس كورونا للعالم والحديث أن القطاعات الاقتصادية تأثرت خاسرة جراء الإغلاقات والقيود التي فرضت على البلاد والحدود ولكن هناك استثناء لمجالي النقل البري والجوي للبضائع في العالم التي حققت مكاسبا وخرجت منتصرة من هذه الأزمة مستغلة المكاسب في تغيرات استراتيجية وفي تقرير نشرته الصحيفة الفرنسية لوفيكارو أن الربع الثالث من هذا العالم حطمت الشركات الرائدة في هذا القطاع أرقاما استثنائية بكل المقاييس ولم تصل لمثيلاتها سوى الشركات التكنولوجيا العملاقة وهي ناجمة بشكل أساسي عن زيادة أسعار البضائع هل تعلم أن شحن حاوية طولها أربعين قدما نحو 12 مترا اليوم من الصين إلى أوروبا يكلف أربعة أضعاف ما كان يكلفه سابقا ووفقا للاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي يضم 190 شركة طيران سيحقق القطاع هذا العام عائدات قياسية تبلغ 175 مليار دولار فيما لم تتجاوز تلك العائدات السنة الماضية رغم كونها سنة جيدة 129 مليار دولار وأمام تعثر حركة الشحن البحري باتت الشركات تميل أكثر إلى استخدام طائرات أكثر فأكثر رغم ارتفاع سعر خدماتها لكن المشكلة أن قدرة الشحن الجوي لا تزال منخفضة لأن جميع الطائرات لم تستأنف نشاطها الاعتيادية